بعد عرض مميز الحقيقة قدمه لعبة النادي الأهلي مبارح بتقدر تقول بقى المجهود وأهم ما يحصل فيه إذا كنت بتكلم على المكاسب ودي واحدة الحقيقة من أهم مميزات ما تيجي تقايم مدير فني القصة مش بس مرتبطة بالبطولات والنتائج لكن فيه حاجات كتيرة جدا قدرته على دراس الخصم قدرته على المنافسة فيه أكتر من مستوى بيلعب بالذات في الأهلي يعني تلعب على المستوى عالمي تلعب على مستوى محلي تلعب على مستوى أفريقي قدرته على ودي واحدة من أهم الحاجات اللي يتماس فيها مارس الكولر قدرته على تجهيز كل العناصر لما تيجي تبص لسكواد النادي الأهلي في الأربع أو الخمس مطشاط اللي فاتوا صعب جدا أن تلاقي مبارتين ابتدى فيهم مارس الكولر بنفس التشكيل ورغم كده لم يتغير أو يتأثر مستوى أداء النادي الأهلي ولم يؤثر ذلك بشكل من الأشكال على قدرته على حسم نتاج المباراة لصالحه وفي مرحلة صعبة جدا دقيقة جدا على أي مدير فني فكونك توصل أو تكمل سلسلة الفوز من بعد التوقف الأجندة الدولية وبعد مطشاط منتخب مصر لغاية النهاردة بدون تعادل وبدون خسارة نقطة واحدة ده مكسب تقدر تجهز سكواد النادي الأهلي كله حتى اللي رجع من إصابة يعني مبارح لما تبص على نجوم المباراة أنا بشوف طبعا وسام هو نجم الموسم من حيث المهاجمين يعني لما تيجي تشوف مهاجم الدوري الممتاز لعيب في نص موسم يقدر ينسجم ويتحمل ويتعامل مع ضغوطات في نادي زي النادي الأهلي ويتقلق بالشكل كده في نص موسم لا تراهن عليه جدا 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 نطول واحد من أنجح صفقات النادي الأهلي في السنوات الأخيرة عمر كمال عبدالواحد في الفترة دي نجم أنا مش عايز صبعا يعني عشان ما يتقلش أن فيه لعيبة أفضل بس أنا بقولك عمر كمال رجع من فترة غياب وكان فيه إصابة فبالتالي الطبيعي أنه ياخد وقته أي لعيب ما بيرجعش فيه 100% وده انطبق على لعيبة كتير جدا كريم فؤاد النهاردة أنت محدش بيتكلم أن فيه مشكلة عندك في الجابهة اليسرى بغياب علي معلول يعني بقينا مش حاسين ونتمنى طبعا علي إضافة كبيرة جدا ونجم كبير جدا ومكانته كبيرة عندنا قوي لكن حتى مع غياب علي معلول حاسس أنه الجابهة لشمال النهاردة في وجود كريم فؤاد دفاعيا وهجوميا الولد مقدم مستوى مميز جدا 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 بصرف النظر مين بيلعب قدامه كان عبدالقادر شغال كان الشحات شغال فأعتقد أنه ما كسب الألي في المرحلة دي مهمة جدا وخصوصا أنك أنت رايح لمطشين في منطقة الأهمية هو أنت طبعا عندك بيرامدز الجمعة بعدها في فيوتشر مودرن أو مودرن سبورت يعني ما بقاش في فيوتشر خلاص اسمه مودرن سبورت ثم يمكن يرجع فيوتشر محدش عارف لكن هتلعب مودرن بعد محطة بيرامدز عندك محطة مودرن بعد كده هتروح للكاس أعتقد عندنا الألمينيوم ثم ترجع تلعب يوم 22 تاني مع بيرامدز الجولتين دول العشر تيام دول في منتهى 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 الأهمية خلينا أقولك أنه رصيد بيرامدز النهاردة من 27 مباراة 68 نقطة يعني اللي مش متابعة أرقام يعني رصيد بيرامدز لعب 27 مباراة رصيده 68 نقطة الأهلي لعب 23 مباراة رصيده 57 نقطة طيب باختصار شديد جدا الست نقاط دول الست نقاط اللي بين الأهلي وبييرامدز لو الأهلي قدر يحسمهم حسبيا يعمل فرق قد إيه مع بيرامدز يعمل فرق سبع نقاط بيرامدز هيكون متبقي له كم مباراة هيكون متبقي له خمس مباراة في الدول بيرامدز لعب 27 هيلعب اتنين مع الأهلي يوصل 29 يبقى فضله خمس مباراة ده مشوار المتبقي في عمر الدول بالتالي القصة بالنسبة لنا كأهلي إيه؟ القصة بالنسبة لنا ممكن أتمنى طبعاً ده السيناريو الأفضل بالنسبة لأهلي إن أنا فنش البطولة دي بدري شوي إن أنا فنش البطولة دي بدري شوي بمعنى إن أنا أدي لعبتي راحة زيادة ممكن أسبوع أو عشر تيام قبل نهاية الموسم بشكل كبير ده لو استطاع النادي الأهلي ومارس الكولر إن هم يحسموا مواجهتين بيراميدز لصالحهم في جميع الأحوال الكرة في ملعبنا بمعنى إنه بقاء الوضع حسابية بقاء الوضع أو بقاء الحل على ما هو عليه يعني خليها نقول إيه؟ لو خلصت المباراتين دول تعادل ده فنصحة الأهلي ده معنى إيه؟ معنى إنه الضغط أكتر على بيراميدز ده معنى إنه بيراميدز بينزل يلعب الجيم ده عشان يكسب الأهلي المكسب أو التعادل أنا مش بقول إنه نحن نبع التعادل بس أنا بقول لك حسابية وده يترجم في طريقة لعب أو تفكير الفرقتين في المبارا الأهلي بيلعب على مكسب ده مفيش نقاش المطشين بالنسبة للأهلي حياء أو موت والستة بونت بتوع بيراميدز أهم من أي نقاط من فريق تالي خصوصا إنه لو أنت كملت المؤجلات بتاعتك بصرف النظر عن مواجهتك بيراميدز يبقى الفارق نقطة إنك عندك أربع مطشات متأجلة فبتالي لو لعبتهم واستمر الحال على ما هو عليه مكسب في كل محطة أو مباراة مؤجلة جولة مؤجلة ده معنا 12 نقطة توصل لتسعة وستين تركب بيراميدز أو تركب جدول الترتيب فوق بيراميدز يعني بنقطة وبالتالي إن شاء الله بإذن الله الأهلي قادر مستوانة في آخر تلات مطشات أعتقد إنه مردي جدا لكل الجماهير ومطمئن بشكل كبير جدا وخصوصا إنه تقريبا تقريبا باستثناء بيرسي تاو اللي ممكن يكون برا الحسابات كل العناصر جاهزة بشكل كبير النهاردة راحة زي ما قلت لكم بكرة تمرينة إن شاء الله العودة للتمرينات مرة تانية ونتابع معكم من بكرة بقى بكرة كل حلقة هتبقى لأهلي وبييراميدز إن شاء الله الأرقام والحسابات والتواريخ والحالة والمفاتيح اللعب النهاردة الأهلي الحقيقة عنده مفاتيح لعب حدث ولا حرج يعني من فترة طويلة قوي يعني الجنين بتوع الأهلي مبارح والحقيقة مش بس الجنين فيه كتير من الفرص والكور اللي تلعب والجمل التكتكية اللي تلعبت فيه المباراة تقول لك إنه اللعيبة نفسها فتحة تاني يعني فيه ماتشات كاك وتتحس إنه اللعيبة عايزة تلاتة بنت ومش عايزة تتعب نفسها أو عايزة تلاتة بنت بأقل مجهود مبارح لأ كورتنا رجع تاني اللعيبة فائقة في الملعب فيه تفاهم فيه انسجام فيه تحركات حتى اللعيبة اللي لا تلعبش جنب بعضها كتير يعني لما تشوف الجنين التاني بتاع وسام والتحرك بتاع قطعت عمر كمال في نص الملعب وثروب بسل اللي تلعب وتحرك وسام العلامي الحقيقة والفينيش بتاعه لا فيه كرة حلوة الأهلي بيقدمها الفترة دي ونتمنى إن شاء الله إنه الكيرف يفضل فيه حالة تصاعد كده طيب خليني أروح مع حضراتكم أو طبعا على هامش اللي طبعا دي الأهداف بتاعتم السلية يعني زي ينسى السلية ما نودمتش وواحد من نجوم الأهلي المتقلقة في الفترة الأخيرة رغم إنه السلية برضو تتكلم على فترة ابتعد للإصابة فترة طويلة جدا يعني تتكلم على فترة طويلة جدا مش بس راجع للمستوى لكنه كمان فعال ويصنع الفارق وحاسم هدف الأول مبارح تزديدة إمام دفلكشن في لعب من لعبي طلع الجيش دخل السلية بصوا تمركز السلية فين هدف أكتر من رائع هدف بتاع وسام تاني الحقيقة اللي اتلغى برضو هي هان بول فعلا شفتها دي طبعا تصويبت إمام عشور كان فيه جملة كمان رائعة جدا وان ثري كده حصل بين حسين الشحات وسام أبو علي وإمام عشور لو كانت تترجمت وكانت سهل قوي تيجي جول لو كانت تترجمت الحقيقة ده طبعا القطع والاختراق والتوغل واسق في نفسه لعيب كرة محترم جدا عمر كمان وثرو باس وتحرك وسام محطة المدافع في ظهره والزاوية التزديد أعتقد النهاردة بتتكلم على وسام أبو علي واحد من أفضل المهاجمين إن لم يكن أفضل من وجهة نظري على حساب أو قياس على نص موسم هاتلي مهاجم في الدوري المصري ممكن تحطه في مقارنة مع وسام أبو علي فواحد الحقيقة من مكسب الأهلي المهمة جدا في السيزون إجمالا وفي الفترة دي أعتقد أنه هيكون إن شاء الله بإذن الله ورقة من أوراق الحسم اللي يحسن بها الأهلي لقب بطولة الدوري بالمناسبة على هامش أنتوا عارفين طبعا أنه معسكر المنتخب